نقاط ما يتعرض لها الاقتصاد العالمي بعد أعوام من الأداء السيء نتيجة أزمات عديدة ومتلاحقة لم يستطع التعافي منها بعد وبعد أداء مخيب للأمال في العام الماضي بشكل خاص توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد العالمي معدلات تدعو للأسف في نمو إجمالي الناتج المحلي بنهاية عام 2024 فمع اقتراب منتصف هذا العقد فشل العالم في أن يشهد أثارا تحولية على صعيد التنمية كما كان مقررا له أن يحدث وبدلا من ذلك يواجه معدلات هي الأدنى والأبطأ في فترة خمس سنوات على مدى ثلاثين عاما البنك الدولي أشار أيضا في أحدث تقرير له حول الآفاق المستقبلية للاقتصاد إلى أن توترات الجيوسياسية المتصاعدة يمكن أن تخلق أخطارا خطيرة تواجه الاقتصاد العالمي على المدى القريب واستطباطئ معدلات النمو في معظم الاقتصادات الكبرى فضلا عن طباطئ التجارة العالمية مع مواجهة أكثر الأوضاع المالية تشديدا منذ عقود وبحسب توقعات البنك لن يتجاوز نمو التجارة العالمية في عام 2024 نصف المتوسط في السنوات العشر التي سبقت جائحة كورونا كما سيتطباطئ النمو العالمي للعام الثالث على التوالي من 2.6% خلال العام الماضي إلى 2.4% في عام 2024 أي أقل بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية عن المتوسط السائد في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين في الوقت نفسه توقع البنك الدولي أن تشهد الاقتصادات المتقدمة طباطئ أن بمعدل النمو إلى 1.2% هذا العام انخفاضا من 1.5% في عام 2023 مشيرا إلى أنه ما لم يحدث تصحيح رئيسي للمسار ستكون السنوات العشر من عام 2020 إلى عام 2030 عقدا من الفرص الضائعة وسيظل النمو ضعيفا على المدى القريب